تستضيف مصر المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في وقت أصبحت فيه القضية السكانية قضية ملحة ليست في مصر فقط ولكن في العالم أجمع معنا معالي دكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أهلا بحضرتك كيفا؟ أهلا بي أهمية انعقاد هذا المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في هذا التوقيت في مصر؟ طبعا العنوان واضح نتكلم على مؤتمر عالمي بحضور كافة المؤسسات الدولية ووزراء صحة والمعانيين بالسكان على مستوى العالم تقريبا ويعني مصر استضافت سنة 94 يمكن في نفس اليوم تحديدا في 5 سبتمبر وأيضا كان مؤتمر عالمي غير من فكرة السكان والتنمية بشكل كبير على مستوى العالم النهاردة بعد تقريبا 29 سنة احنا بنعيد نفس التجربة بنفس القدر من الاهتمام العالمي بهذه القضية اللي هي في مصر الحقيقة قضية همة جدا وهي قضية السكان احنا بنزيد تقريبا 2.2 مليون نسمة يعني موليد جديدة كل سنة بمعدل زيادة السكانية حوالي 1.600.000 إذا حسبنا الفرق ما بين الوفيات والموليد ده بيمثل عبء شديد جدا على خطط التنمية وعلى الاستثمار وعلى الاقتصاد وعلى جودة الحياة بشكل عام وعلى نصيب الفرد من الدخل القوم المحلي لأن مهما عملنا ومهما جرينا ومهما عملنا تنمية اقتصادية طول ما فيه عبء سقيل من خلال موليد محتاجين تطعيمات ومحتاجين مستشفيات محتاجين مدارس محتاجين سكن محتاجين وظيف ده دايما بيمثل عبء هي الدول اللي بدأت معنا المنظومة في بداية الستينات لحد النهاردة حققت نجاحات كتيرة ويمكن انتهت بنجاح بين البرنامج السكاني اللي فيها وقدرت انها تجني سمارة العائد الديموغرافي اللي احنا بنزميه يعني بقى فيه فئة كبيرة جدا من المجتمع منتجة متعلمة كويس صحتها كويس واللي احنا بنسميها الخصائص السكانية عشان كده مهمة قوي ان احنا يبقى عندنا برنامج سكاني من خلال اطلاق الاستراتيجية النهاردة اللي احنا باذن الله حنطلقها من خلال المؤتمر علشان نقدر من كل قطاعات الدولة تعمل بشكل كبير جدا على تحقيق حلم مصر بدأت فيه من الستينات وده موضوع مهم موضوع الاستراتيجية الوطنية للسكان اللي حيتم اطلاقها خلال المؤتمر ملامح هذه الاستراتيجية وكيف تم يعني وضعها الحقيقة بقلنا سنة منذ تكليف ست الرئيس الحقيقة للوزارة في 13 اغسطس من العام الماضي واحنا بنعمل مع كل القطاعات المعنية بالسكان لان طبعا قضية السكان ليست قضية وزارة الصحة بحالها لكن هي قضايا متشعبة في كل قطاعات الدولة وبالتالي من الهام جدا عند وضع الاستراتيجية ان تعتمد على كافة الاستراتيجيات التي تمت من قبل لان مصر كان لها دور من الاستينات زي ما نقولت في وضع استراتيجيات ومؤتمرات وتشكيل لجان قومية ومجلس قومي للسكان فقعدنا مع كل الجهات دي وحطينا في النهاية ما يليق بمصر النهاردة ومن خلال تطبيق هذه الاستراتيجية ان شاء الله تشترك كافة قطاعات الدولة حتى تصل الى مستهدفات احنا كلنا عارفينها من خلال الاستراتيجية النهاردة احنا معدل انجاب 2.8 من 10 لما نحط ان احنا عايزين نصل الى 2.1 من 10 ده مش صعب وعارفين ومشخصين من خلال المسحة الاسرة المصرية اللي تم من خلال جهاز مركزي للتعبية العامة اذا احنا عندنا خريط الطريق وعندنا تشريح حقيقي للحقيقة الوضع في مصر ده اللي بيخالينا نقدر نطمئن ان ان شاء الله مع وجود قيادة سياسية وارادة سياسية من خلال زي ما انت شايف النهاردة تواجد وتشريف سادة الرئيس وارعايته للمؤتمر حيبقى عندنا امل كبير جدا ان كل الدولة تعمل جاهدا عشان تحقق هذه الاستراتيجية ونصل الى النسب والخصائة السكونية اللي نتمنها كلنا معاي الوزير مستوى التعاون بين مصر وبين المنظمات الدولية خاصة الامم المتحدة ومرزمة الصحة العالمية مرزمة الصحة العالمية سندوق الامم المتحدة للسكان كافة المؤسسات الدولية الوقال الدولية للتنمية الوقال الامريكية للدولية تنمية كل ده جهات دولية بتعمل في مصر من سنوات طويلة جدا وأيضا عندها دعم ومشتركة الحية معنا كمان في الاستراتيجية لأن الاستراتيجية بما أنها محلية ولكن لابد أن تتوافق مع المعيير الدولية على مستوى المؤسسات الدولية المعنية بقضاء السكانية ما هو المأمول من هذا المؤتمر؟ مقترحات أو توصيات؟ وهل هي ملزمة بأي صورة مثل؟ شوفي المؤتمرات هي وسيلة ولاستغاية المؤتمر هو بداية لانطلاق استراتيجية على الأرض وتفعيلها من خلال توصيات ومن خلال إطلاق الاستراتيجية الضمان هو اللي احنا بنسميه الإرادة السياسية إرادة السياسية اللي موجودة حاليا عندما تبنت قضية مصر في فيروس C قدرت أنها تصل إلى نتائج مبهرة أن مصر بدل ما كانت أول دولة بتعاني من فيروس C وتدعياته بقت مصر النهاردة منتظرة من نظمة الصحة العالمية تسلمها شهادة إخلاء مصر من فيروس C كلام ده ما حصلش غير بإرادة سياسية وعلى فكرة ده غير مفاهيم الصحة في العالم أن عندما يكون هناك إرادة صحية سياسية متمثلة في رئيس جمهورية بيدعم هذه المنظومة وعنده الفكر وعنده التوجيه ويبقى كل الدولة بتشتغل فهو ده اللي احنا بنأمله النهاردة من خلال هذا اليوم ومن خلال هذا المؤتمر أن تنطلق من بعد المؤتمر الإرادة السياسية متمثلة في توجيهات ساترائيس والحكومة وكافة قطاعات الدولة حتى يتم تحقيق اللي احنا نتمنىه في خلال السنوات القادمة إن شاء الله إن شاء الله كل التوفيق وجزيل الشكر لحضرتك مع علي الوزير دكتور خالد عبدالغفار ووزير الصحة والسكان شكراً للمشاهدة